بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثاني والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما الذي يجب اعتقاده على المكلف وما الذي يجب عليه علمه وما هو العلم المراقب فيه وما هو اليقين وكيف يحصل وما العلم بالله فأجاب عن هذه التساؤلات بقولها الحمد لله رب العالمين أما قوله الذي يجب على المكلف اعتقاده فهذا فيه إجمال وتفصيل أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويطر بجميع ما جاء به الرسول من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول ونهى بحيث يطر بجميع ما أخبر به وما أمر به فلابد من تصديقه فيما أخبر والانقيادي له فيما أمر وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصل وهو داخل في إقراره بالمجمل العام ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطئا يغفر له خطأه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده ثم تطرق رحمه الله إلى تفنيد مقالة المتكلمين الذين يميزون بينما ثبت بالعقل فيوجبون الإقرار به دون ما ثبت بالشرع قال رحمه الله وأما قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع فإنهم تارة ينفونه وتارة يتأولونه أو يفوضون معناه وتارة يثبتونه لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية فهذا لا أصر له عن سلف الأمة وإمتها إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية وأما قوله يعني السائل ما الذي يجب عليه علمه فهذا أيضا يتنوع فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر به أن يعلم ما أمر الله به فيعلم ما أمر بالإيمان به وما أمر بعلمه حيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم الحج وكذلك أمثال ذلك ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته شيء وهو ما دل عليه الكتاب والسنة لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض عن الكفاية إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لكن يرغب كل شخص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع وهذا يتنوع فرغبة عموم الناس في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك ومن وقعت في قلبه شبهة فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك ولما كان السائل قد سعى لما هو اليقين قال الشيخ رحمه الله وأما اليقين فهو طمانينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة والاضطراب يقال رابني يريبني ومنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضبي حاقف فقال لا يريبه أحد ثم اليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر ومع هذا قد يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه لا خالق له غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشى لم يكن فهذا قد تصحبه الطمانينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم تكن ضدا لأصل العلم وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألوا الله اليقين والعافية فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسألوهم الله فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو نقصه قال تعالى وجعلناهما إمتي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ألا ترى إلى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهذه حال هؤلاء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إلى قوله هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب الآيتين وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآيات التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك عنه على كل شيء شهيد والضمير عائد على القرآن كما قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الآية وأما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة أن الضمير عائد إلى الله وأن المراد ذكر طريق من عرفه بالاستدلال بالعلم وأما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة أن الضمير عائد إلى الله وأن المراد ذكر طريق من عرفه بالاستدلال بالعلم فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وإمتها بين سبحانه أنه يري الآيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته